بعض الناس اللي بتحب تنفخ في النار لا عايزة أزمة وعايزة تعيش في وضع بنتسلة خب بالك أصلا المنتخب بيلعب كل 4-5 ايام فأنت عندك 4-5 ايام فوضي فيهم فبتقضت ايه فيه خناقة فيه مشكلة الصلاح مفيش بقى كل يوم مطشاط وآهلي وزمالك لا اوه حنمركزين مع المنتخب فأي حاجة في المنتخب أي نفس في المنتخب بنعمله أو بنعمل منه أزمة ففي بعض الناس مبارح قالك ده إمام عشور واحمد فتوح تخنقه في الملعب إمام عشور واحمد فتوح لا تخنقه في الملعب ولا بره الملعب الحكاية كلها أن فيه كرة كان فتوح عايز إمام عشور يغطي معايا فبيقول إمام عشور أنت مرجع تشلي معايا فإمام عشور قال له ما أنا كنت رأي يعني الكلام اللي بيحصل في كل المباريات كرة القدم بين كل اللاعبين ده طول الوقت كده يعني لو أنت شفت لقطة أو سمعت لقطة ده بتحصل طول المباراة ده إحنا لما منلعب في الشارع مع بعض بنقعد نزعق يا أنت بص الكرة أنت ما رجعت شليت لسيبني ووقف بنقعد نتكلم كده فلعبت الكرة بتتكلم مع بعض يا جماعة برضو مش بيبقوا سايلاند مش بيبقوا ساكتين فبنعملها إحنا خناقة بقى الزريف إنه الناس بتقول إنه هو عنده مشاكل الناس كانوا بيتغدوا النهاردة في فندق الإقامة في كودفوار ولقوا فيه ترابيزة عليها اتنين بيأكلوا مع بعض مين اللي اتنين دول إمام عشور وأحمد فتوح أجماعة أنتم مش بتخنقين أجماعة أنتم مش زعلانين مع بعض أجماعة أنتم مش تبش ضربين بعض طيب أجماعة أنتم هتحذروا ولا إيه بتاكلوا مع بعض كمانوا عادينا على ترابيزة واحدة نقعد نقلف ونبدع ونشوف أي أزمة يقول لك كانوا عادينا بيهذروا يعني الناس اللي بيقولوننا من هناك عادينا بيهذروا أما بيأكلوا مع بعض يبتوهم منهم بقى المشكلة والخناقة بيفكر كده واللي بيقول كده يعني تفهمش بقى تفهمش بقى